خلال القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي أكد الرئيس المصري عبد الفتح سيسي أن بلاده شهدت تحديات صعبة عقب عام 2011 إلا أنها نجحت في تخطيها قلت أبدأ بالتاريخ 2011 لأنه هو تاريخ حاسم وكاشف لحكاية مصر وكادت أن تضيع مصر كما تعرضت كتير من الدول في المنطقة للي أنتوا عارفينه كلكم ومحدش نجي إلا مصر محدش نجي إلا مصر طيب لو جيت كلمتوكم السنة هتكلم عن حاجة اسمها أنا أنا قلت عليها اسمها التحديات المتوازية فحد يقول لي يعني متوازية أقول له يعني إحنا كان عندنا تحديات ما فيش تحدي قبل تحدي التحديات كلها على خط واحد التحديات كلها على خط واحد يعني ما عنديش أولويات ما قدرش أقول ليه أخذ دي واسيب دي أنا عايز أجابه التحديات دي كلها مرة أحد هذا وتحدث الرئيس المصري بشكل مفصل عن التحديات الموازية التي واجهت الدولة المصرية مثل أزمة الطاقة وقطاع التعليم والنمو السكاني وغيرها من التحديات الحالة اللي حصلت في 2011 حالة كانت صعبة جداً ما كانش مطلوب أنها هتتكرر تاني الحالة دي كلفت مصر ربعمية وخمسين مليار دولار حالة الفوضى اللي حصلت في 2011 كلفت مصر ربعمية وخمسين مليار دولار في دولة زوفة الاقتصادية مش قوية اللي أنا بقول عليه ده دي اقطاعات كان لابد نحنا نشتغل عليها ونتحرك فيها في سياق أو في نسق واحد ما كانش فيه أولويات ما قدرش كان لابد أن أنا نتعامل فنرجع تنقولي أن التحديات اللي كانت موجودة في الدولة المصرية جودة التعليم على سبيل المثال ده تحدي آخر أحد يعرف أن أنا عندي في التعليم الأساسي 25 مليون وفي الجامعة 3.5 أربعة مليون وبيتخرج كل سنة 700 ألف 700 ألف حد يعرف أن فيه عندي تحدي نمو سكاني أننا في 2011 كنا 81 مليون النهاردة بعد عشر سنين تقريبا بقنا 105 مليون يعني زدنا 25 مليون في عشر سنين طب هو العدد ده الحكاية اللي أنا بحكيها لكم دي معناها إيه؟ معناها هي مصار حكومة كفحت على قد ما قدرت في ظل ظروف محددة عشان تحل المسألة موسيقى موسيقى موسيقى